أعاد قرار الولايات المتحدة مؤخرا فرض عقوبات على رئيس هيئة ميليشيا الحجز فالح الفياض تسليط الضوء على الدول السلبي الذي تلعبه العشرات من الميليشيات في منع استقرار العراق والضغوط التي تسلطها على الدولة والمجتمع والتجاوزات والجرائم الكثيرة التي ترتكبها بحق العراقيين لكنه أعاد في الوقت ذاته لفت الأنظار إلى الكارثة التي سببها إدماج تلك الميليشيات ضمن القوات المسلحة الرسمية قرار العقوبات الأمريكية على الفياض نزل كالصاعقة على كبار قادة الميليشيات كما تسبب بحرج بالغ لكبار المسؤولين في الدولة نظرا لكونهم سلموا بإدماج الميليشيات بل إن رئيس الجمهورية برهم صالح عبر عن رفضه لقرار الخزانة الأمريكية من خلال استقبال فالح الفياض بعد يوم واحد من وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية وقد جسدت واشنطن رفضها لعمليات الدمج هذه ليس فقط من خلال معاقبة الفياض ولكن أيضا بإقدامها على قتل القائد الميداني للحجد أبو مهد المهندس إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي كان المشرف الحقيقي على الميليشيات في العراق الأمر الذي يشكل وضعا شاذا يتمثل في تحكم دولة جارة في هيئة تعدها الدولة ضمن مؤسساتها الرسمية وسبق للولايات المتحدة أن وضعت ثلاثة من قادة الميليشيات على لائحة عقوبتها هم قيس الخزعلي زعيم ميليشي العصائب المنضوية ضمن الحجد وشقيق هليث القيادي في الميليشي نفسها بالإضافة إلى أبو زين بن لامي المسؤول الأمني الأعلى في هيئة ميليشي الحجد إدماج الحجد في المؤسسة الأمنية مثل كبوة جديدة لتلك المؤسسة الباحثة عن استعادة توازنها وترميم هيبتها المتأكلة بشدة حيث تحولت الميليشي من المهمة التي قيل إنها تشكلت من أجلها وهي القتال إلى جانب الجيش والشرطة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014 إلى قوة عسكرية موازية في خطوة لم تكن سوى حيلة لإطفاء شرعية على وجود تشكيلات مسلحة غير نظامية وتمكينها بغطاء قانوني وضمان حصة منتظمة لها من موارد الدولة إضافة إلى تأمين ديمومة المشروع الإيراني ونفوذ أتباعه في العراق